اشتركوا في القناة اهلا بحضركم من جديد بعد فوز النهاردة ليس الحصول على نقاط الفوز هو اكبر مكاسب اللقاء النهاردة ولكن الاطمئنان على حالة المصابين وعودتهم للمباريات كان احد اهم مكاسب مباراة النهاردة هنروح لمريم سميح زملتنا من الارض الملعب ولقاء مع نجم من نجوم الفريق واحد العائدين من الاصابة احمد صلاح تفضلي يا مريم براحب بك مرة تانية يا كابتن هيسم طبعا يعني التحية موصولة للنجوم نجوم السودي التحليلي كابتن ناشا طلعته يا كابتن كريم جمعة بعد طبعا انتهاء المباراة في الجولة السبعة التوالي فوز مستحق وفوز كبير على نادي الزهور وطبعا زي ما انت قلت يا كابتن مهم جدا نحن نطمن على عودة المصابين مرة اخرى طبعا بيساعدني ان يكون معايا دلوقتي النجم نجم فريق طير الرجال بالنادي الاهلي كابتن أحمد صلاح براحب بيك على الشاش كنونة النادي الاهلي حمد الله على السلامة طبعا بس على كابتن هيسم وكابتن ناشا طبعا كابتن كريم جمعة الحمد لله رب العالمين الدنيا احسن كان عندي شد بس في ظهري والحمد لله يعني بقى ترجع واحدة واحدة والحمد لله يعني طوله تمام يعني حمد الله على السلامة يا كابتن يمكن سبع جوالات متتالية فوز متتالي هل ده بيخلق نعم الاريحية ولكن زي ما قلنا بيبقى فيه نوع من الحماس اكتر انه يكون فيه فوز ايضا في الجوالات المقبلة لا طبعا اكيد ناد لأهلي علمنا ان احنا هو ما متفكرش في الفوز بس فده الطبيعي بتاعنا يعني لكن طبعا فيه كمان حاجة كويسة جدا كابتن ميدو عملها انه بيشارك كل الفرقة وكمان كان مصعد او اربع العيوة من الناشئين فدي حاجة كويسة جدا واتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرم انه كمان المسم طويل جدا السنة دي فلازم ناس كلها تشارك فان شاء الله باذن الله انا شايف ان باذن الله المسم بداية كويسة وتمنى ان شاء الله من ربنا ان يكملها على خير ان شاء الله كابتن احمد يمكن زي ما بتقول هو مسم طويل يمكن نظرا للنظام الجديد المسابقة شايف الفترة المقبلة يعني ممكن يكون شكلها ازاي خاصة انه حاجة جديدة على اللعيبة وممكن يكون المنافسة مع مين اكتر حد او فكرة انه الاهلي هيكمل مشاري ازاي خلال الفترة المقبلة والله انا شايف طبعا الفرقة اللي جاهزة يعني الفرقة اللي كلها لازم تشارك والفرقة اللي هي عندها بنج كويس هي اللي هتقدر تكمل للاخر وده اللي كابتنمدوا بيعملوا دلوقتي ان يشارك كل الفرقة حتى النشئين عشان لا قدر الله لو فيه اصابة يبقى الناس داخل جو الفرقة مش هزي مش هزي هتعودهم على جو الفرقة فانا كعن نفس انا جربت الحكاية دي كبير مصر لكن طبعا هي حياة جديدة في مصر هنا هي طبعا من نفسها عائدة صبر انها طويلة وفيها ماتشاط كتير وفيها طبعا الاول كنت بتلعب اربع او خمس فرق مرة رايح جاي وخلاص لكن ممكن تلعبهم اربع او خمس مرات الفرقة الواحدة فطبعا يا شايف ان ده حاجة كويسة جدا للكرة الطائرة المصرية وده هيفيد المنتخب بعد كده ان شاء الله يعني كابتن احمد نورتنا وشرفتنا حمد الله على سلامتك مرة تاني شكرا كنت احكي لك شكرا الحمد لله كابتن هيسم يمكن تطمننا طبعا على واحد من نجوم فريق طائرة رجال النادي الاهلي ويمكن كمان كلمنا عن نظام المسابقة بما انه نظام جديد على اللاعبين خلال الفترة المقبلة ولكن هو شايف ان فكرة دمج كمان العناصر عناصر الشباب في الفريق هيكون اضافة قوية ان شاء الله وان شاء الله يكمل الموسم على خير ويكون اللقب الخامس على التوالي من نصيب المسترز رجال النادي الاهلي رجال كرة الطائرة النادي الاهلي بشكرك جدا كابتن هيسم لعودة لك مرة اخرى زملتنا مريم سميح بشكرك على هذا اللقاء واحمد صلاح كالعادة احنا جمهور النادي الاهلي بنحب نشوفك في الملعب يعني عينينا بتحب تشوف احمد صلاح في ارض الملعب خلينا نروح لزمنا محمد توفيم لارد الملعب ايضا ولقاء مع ميستور الفريق الحقيقة اللي بيعمل كل الشغل ده في الروتيشن والخطط والجمل التكتكية في ارض الملعب لقاء مع كابتن محمد مصالح ميد وتفضل يا محمد جمعة وكل مشاهد قناة النادي الاهلي في كل مكان الف مبروك لجمهور النادي الاهلي سلاسة نقاط جديدة والعلامة الكاملة سبع مباريات واحد وعشرين نقطة وكالعادة فريق النادي الاهلي يعني بيحلق بطائرات النادي الاهلي بتحلق في السماء ولا تحبط ابدا بإذن الله وزي محرك يعني وصفته وماستر الفريق كابتن محمد مصالح المدير الفني للفريق يعني الف مبروك الفوز الحمد لله سلسلة سلسلات متواصلة وكالعادة برضو حرارك النهاردة عدد كبير من اللعبين سواء صغار السن أو حتى ما كانوش بشاركو والنهاردة موجودني في الملعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طبعا ماتش كان في المتناول بحبه أشيد بزياد وسامة بصراحة يمكن أحسن ماتش لعبه بجراءة وكان كويس جدا والحسيني مش غريب على الملعب ومرجان هم دول اللي نزلوا النهاردة من الشباب بجانب طبعا اللعب الكبار بنزلوا أنا مشكلتي الوحيدة دلوقتي الإصابات الخارجة عن قرطي يعني عبد الرحمن سعودي كورة جاد في إيده تشرخ صباح تشرخ عادل النهاردة قالوا لتوقف القدم حد ستين عربية فالحاجات دي يعني هي دي لمزعلاني لكنها قدر ولازم أتعامل معي يعني الإصابات في توقيت زي ما حرارك قلت ممكن ده بيعكر صفه الفريق أو اكتمال صفوفه لكن زي ما شايفين حراك بتعمل صف تاني والتالت من الفريق اللعب الكبار شايفين فيه كلم كتير في الملعب صواء من حضرك أو من اللعب الكبار مع اللعب الصغيرين وده واضح جدا في العديد ده ندل اللعب الكبار دائما بتساعد اللعب الصغيرة ومش في المطشبه بس في التمرين والحمد لله يعني الروح جميلة جدا لكن زي ما قلت لك الإصابات دي بتفر من اللعب شوية يعني إحنا طلعين كويس قوي كبرنامج لياقة بدانية وفولي وكل حاجة طلعين كويس قوي الإصابات دي اللي بتخلي الواحد يزعل شوية يعني أو يداي إنه اللعب يعني نارضة زي عادل مساء ممكن ياخد خمسة أيام أسبوع مش هيتمرن فولي ده اللي بيدهيقني قوي في الموضوع لكنه قدر وإن شاء الله الزملات يعني اتنين دلوقتي يعني عادل وعبد الرحمن هما الاتنين في مكان واحد ما عنديش دلوقتي غير اتنين عب ومحسن فربنا يسر عليهم يعني أنا طلعت حسام أول شوت قلت له قابدي خليت جاهز لقدر الله لو حصل حاجة لعبك في غير مركزك يعني بس الحمد لله يعني حالك قبل من نخش على هوا كنا بنتكلم حالك كنت بشيت جدا بدور الجهاز المعور مع حضراتك ودورهم يعني تعرفنا برضو تعرف السادة المشاهدين معنا ودورهم وحالك كنت بتتكلم عنهم بشكل أكثر مرة لا أنا معي طبعا الجهاز بقالوا دي ساد السنة شغال معي زواء تامرة وجمعة مدربين معي كابتن محمود الوزير هو على فكرة هو اللي علمني فولي كابتن محمود الوزير معنا محلل تقنية ومعنا دكتور سيامح ظلام وميكي وحسن اليقة بدنية اللي بيتعب معنا جدا ولي دور كبير جدا في الفرقة تقفى على رجليها يعني بدنية حبيب تقولي بقى لعيبتك النهارده خاصة اللي بيتم دفع بهم أولادات من صغار السن ورسالة تقولها لكل جمهورينا دي الأهل اللي مستنيوكم اللي يستني تأكل رائعة يعني أحب لأقول لأولادات صغارية أنت لسه ما عملتوش حاجة أنت لسه في أول السلم إن شاء الله أنتو يعني الوقت ده اللي هو اللي احنا فيه الوقت اللي هو الدور التمييد ده ده وقتكو لازم تستفادوا منه بأقصى استفادة تستفادوا من لعيبة كبار عشان خاطر المتشاط دي مهمة جدا بنسبالك في الأول أن انتو خطوا على أجواء الدرجة الأولى وإزاي بتلعبوا السيستم الليعب بتاع الدرجة الأولى يختلف تماما عن الناشئين تحت اللي يجب أن يستفادوا منها بقول الجمهور دايما أنتو في ظهرنا وأنا عارف أن انتو يعني ظنوكوا فينا إن شاء الله يعني أتمنى أن احنا دايما نكون عند حصن ظن الجمهور لأنهم داعم كبير جدا لنا شواء كابتن بيدو بإتمنى أنكم داعم التوفيق بإذن الله كابتن هيسم داقة اللقاء أنا مع كابتن محمد مصرح المدير الفني للفريق ألف مبروك الفوزي النادي الأهل وكل الرياضات في انتصارات ويبقى النادي الأهل دائما في المقدمة كلمة ليك كابتن هيسم وكل ديوفك في الاستوديو تفضل الله يبارك فيك محمد توفيق زميننا من الأرض الملعب بشكرك شكرا جزيرا ألف من يوم يعني مبروك لفريق النادي لأهل الفوزي النهاردة وبنقول ألف سلامة أيضا للمصابين الحياة طبعا أكيد كابتن محمد مصرح ميدو زيما أحداثكم شفته يعني حزين آه فرحان بالمكسف فرحان بالأداء فرحان بالأداء طبعا بس حزين على أصابة لعبته وكمان عايز النهاردة بارك لفريق كورت السلة اللي فاز النهاردة على سموحة خارج الديار بنتيجة 83-78 في مباراة كانت مشي تول المباراة كلوس جيم يعني طبعا ملعب سموحة بره وكمان احنا بنوعاني من غيابات فالحمد لله لنا النهاردة فوزنا على سموحة ان شاء الله بإذن الله مباراتهم القادمة على التحاد سكندري أرجع لضيوفه في الستوديو كابتن ناشئة أهلا بحضرها كابتن وقال الفمليون مبروك الفوز النهاردة أداء كويس الدنيا كويسة الحمد للرب العالمين بس هي الإصابات بس هي الصب في أول الشوت الأولاني سبيرن أنكل جامد فربنا يستور عليه صحيح فده برضه وعبد الرحمن سعودي صابة يعني عبد الرحمن أساسا من مصاب أو سنتر سنتر بلوك فده الوقت بقى عند كابتن ميدو ثلاثة مصابين ومنهم اتنين في مركز واحد منهم اتنين في مركز واحد عبد الرحمن سعودي ومحمد عدل بزايد معوض صحيح ربنا يشفيهم يا رب ربنا يشفيهم إن شاء الله يعودوا سريعا كابتن كريم بقول لحدك ألف مبروك الحمد لله أداء كويس طمين على الفرقة ولكن يبقى الموضوع القلقنا شوية للإصابات لكن كابتن محمد مصالح حميد واستعد لده جيدا الحمد لله لدينا أربعة في مركز سنتر بلوك فيه اتنين اتصاب وإن شاء الله يعودوا سريعا رأيك عن مبروة والإصابات طبعا ألف مبروك لفريل كرة الطيرة طبعا هو بس صعوبة الموضوع إن الإصابتين في مركز واحد يعني إذا كان صعودي أو محمد عادل الاتنين في مركز ثلاثة فده بس الصعوبة بس طبعا يعني الإلهام في محسن وعب وإن شاء الله يعني هيكملوا المسيرة طبعا النهاردة من مميزات المباراة إن كابتن محمد مصالح يقدر إن شارك ثلاث صناعة لعب يعني بدأ المباراة بحسام يوسف الجيم الثاني نزل طبعا ماسر عبدالعبد السلام والجيم الثالث ختم بيوسف مورجان نعم فيمكن دي من مميزات المباراة إن الثلاث صناعة العاب النهاردة شاركوا في المباراة يمكن النهاردة بدأ برضو عبد الرحمن الحسيني فدي إن يدول يدول لأن سكت كابتن محمد مسلح في عبد الرحمن الحسيني وفعلا عند حسن ظنه النهاردة بيكتسب خبرات أكتر زياد أسامة يمكن إحنا مباراة تلو الأخرى زياد أسامة تحسن وبيت ألف الملعب يعني بيزيد خبرة في الملعب يعني أنه خليفة أحمد صلاح فهو محظوظ برضو أنه جاي وراء أسطورة زي كافتن أحمد صلاح فدي من مكاسب المباراة النهاردة طبعا إحنا إضاينا جدا أو يعني أحزننا طبعا إصابة محمد محمد عديل في بداية المباراة بس إن شاء الله هيقود سريعا إن شاء الله بالضبط يعني إن شاء الله الجهاز هذا إصابة محمد عديل يا جماعة سبين أنكل حلقة ممكن تعدوها من الأول هي جاي واضحة في الإعادة يعني بصوا جماعة تلاقي فيه الرجل الشمال هو داس على تقريبا رجل أحمد صلاح ربما أيوة رجل الشمال وهو هي أصابة طبعا بتعرض لها لعيبة يعني إن شاء الله تبقى بسيطة هو أول موقع إحنا عرفنا نعطوه إنه واسمين أنكل يعني كابت الناشئة يمكن المباراة النهاردة برضو مكاسب عديدة الحمد لله هي بس الحاجة اللي يعني يعني ألقتنا أو خضتنا هي أصابة أكيد أكيد طبعا إحنا مش عايزين يعني غير تمرينة قوية شوية على شكل مطش نعم بس فهي إصابة محمد عيدل بس إيه يعني تخضتنا شوية صحيح صحيح تمام صحيح وطبعا كابت النميدو شارك معظم الفرق إلا معوض طبعا أكيد عشان الإصابة لسه لسه مرجعش لسه طمن عليه أكتر وما فيش أي استعجال للدفع بها لسه يعني خارج من حادثة السيارة زميلتنا مريم سميع حالت في أول من الأرض الملعب في نقل الأجواء إنه لسه عنده كدمات في جسمه لأنه كان حادث جامد كان حادث جامد ربنا أنا الجامن صحيح صحيح وكان مع مجموعة من لعبين وده إن شاء الله يكون بداية بإذن الله عودة المصابين وخليني برضه أقول يعني الناس طب إن شاء الله يمكن فصل شوية هيتأخر عبد الرحمن سعود إن آسف يتأخر شوية أكيد عشان يمكن هو شرخي في الإيد ده ممكن يأخد له جبس شوية إنما عادل يعني ممكن مطشين ثلاثة لقية ثانية في الملعب أكيد طبعا يعني يعني صابت الاسبرينونكل دي يعني من الحاجات اللي شععة جدا في كرة الطيرة فإن شاء الله يعني مع الجهاز الطب طبعا أنه يبدأ يبدأ كفري بسرعة ويبدأ من النهاردة على طول فإن شاء الله يعني إزبوها بكتير وهيكون في الملعب بإزداء الله بتهيلي مباراة نجاة اسكندرية البترول إن شاء الله على ملعب للتحاد الاسكندرية على ما تذكر في اسكندرية إن شاء الله هتبقى خارج الديار وإن شاء الله برضه بفرصة كويسة نبقى في معسكر وبتهيق لي ممكن دي المباراة اللي جاء الأخيرة مباراة اللي بعدا المحترف هيكون موجود إن شاء الله وبتالي المحترف بالعفة مركز 4 برضه هيدي مانوفر لكابتن بذبط رجع 2-1 رجع 2-1 يعني هنعدي مباراة اسكندرية البترول للمباراة اللي بعدا على طول المحترف هيكون موجود إن شاء الله إن شاء الله خلاص يا ربنا كرمنا النهاردة مباراة جميلة أشكركم عزيزي يعني حضراتكم نورتوني وشرفتوني النهاردة كابتن كريم نواتين وشرفتيني وتعي جداً بوجودك النهاردة الشرف لنا ونكون أضفنا كده حاجة للجمهور والنادي الأهلي ومن انتصار لانتصار لا ده نستمتعت جداً 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 النهاردة بتحليلاتك كابتن ناشاء أشكرك شكراً جزيلاً شكراً لحدك ومبروك للنادي الأهلي وجمالين للنادي الأهلي ومجرس إدارة النادي الأهلي وعايز أقول بس حاجة أن كابتن ميدو برضو معودنا من سنين المركز الأول النادي الأهلي ما بيعرفش غير المركز الأول فربنا يكرموا إن شاء الله الموسم ده ويحقق الأربع بطولات بإذن الله أعزائي المشاهدين دي كانت جولتنا النهاردة من جولات السوديو الأبطال لأننا لحضراتكم مباراة الكرات طائرة انتظروا إن شاء الله جولة جديدة يوم الخميس القادم إن شاء الله الأهلي والاتحاد السكنداني في كرة السلة المباراة ستقام على صلاة الأمير عبدالله الفصل بإذن الله هنلا لحضراتكم تابعونا عشان قناتنا دي إليها عشان تعرفوا تفاصيل أكتر إمتى للسوديو التحليل وإمتى المباراة هكون على هواء مباشرة وأشكركم شكرا جزيلا وللقاء آخر في جولات السوديو الأبطال